بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأشرفان الأنوران الأعطران الأزهران على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى آله وأصحابه وتابعيه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولايا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم أمين أما بعد مشاهدي الكرام سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته رجعنا لحضراتكم تاني بعد ما تكلمنا في الحالة اللي فاتت عن الأدب مع أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينت لكم منزلة الصحابة هم الذين رأوا النبي وعاينوه وشاهدوه وجالسوه وتلقوا العلم على يديه دول صحابة النبي حجوا معه واعتمروا معه وجاهدوا معه وأبلوا بلاء حسنا رضوان الله عليهم أجمعين وبالمناسبة عندنا في مصر كثير من صحابة النبي دفنوا في هذا البلد العامري بذكر الله دخلوا مع سيدنا عمر بن العاص صنة 21 هجرية وبنوا مسجد سيدنا عمر بن العاص وكان يسمى بمسجد الفتح أو الجامع العتيق أو درة الجوامع أو تاج الجوامع جامع سيدنا عمر بن العاص حتى يقول المؤرخون بأن جامع سيدنا عمر بن العاص قبلته هي أدق قبلة في مصر ليه المحراب بتاعه جهة القبلة لأن ثمانين من أصحاب النبي هم الذين حددوا القبلة وقتها ونشعر بروحانيات في هذا المكان العامري بذكر الله لأن فيه أنفاس صحابة سيدنا رسول الله عندنا في الصعيد أيضا في المينيا في بلد يقال لها البهنسة فيها كثير من صحابة النبي دفنوا فيها وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم حيثما نزلوا في مكان عمة الخيرات والبركات رضوان الله عليهم أجمعين قلت الحضراتكم في الحلقة اللي فاتت من الأدب معهم أن نحترمهم اتنين من الأدب معهم عدم سبهم والنيل منهم أوعى تسب الصحابة النبي قال لنا في الحديث لا تسبوا أصحابي لا تؤذوني في أصحابي أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم أوعى تتطاول على حد من الصحابة أوعى لسانك يغلط في حد من أصحاب النبي إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا سئل الإمام القاضي عياض رحمه الله ما حكم من سب أبا بكر فقال من سب أبا بكر يجلد ويحبس ومن سب عائشة يقتل ألولوا ليه؟ قال لأن الله برأ عائشة في القرآن صفحة كملة في القرآن الكريم برأ الله فيها أم المؤمنين عائشة من حديثة الإفك أوعى تمشي مع اللي بيتطاول على أم المؤمنين عائشة وتسب زوجة النبي الحصان الرزان العفيفة الشريفة الصديقة بنت الصديق الأواهة الزاهدة الصوامة القوامة حبيبة رسول الله وبنت حبيب رسول الله سيد عائشة أوعى تسب السيدة عائشة أوعى تسب سيدنا أبا بكر أوعى تسمح لحد بسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ربنا يرزقنا جميعا الأدب مع أصحاب رسول الله ومع أمهات المؤمنين رضي الله عنهن اللهم أمين هروح فاصل وارجع لكم تاني نكمل حديثنا عن الأدب مع صحابة سيدنا النبي خليكم عانوا وصلوا على الحبيب بسم الله وصل الله على أجمل خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا رجعنا لكم تاني ولسه مع الأدب مع أصحاب سيدنا النبي كيف نتأدب معهم تلكم نمرة واحد أن نحترمهم اتنين ألا نسبهم وألا ننال منهم نمرة ثلاثة عدم الخوض فيما شجر بينهم موضوع قضية التحكيم بين سيدنا عالي وسيدنا معاوية مين اللي كان على الصواب سيدنا عالي ولا سيدنا معاوية مين اللي أخطأ مين اللي فعل هل ننتصر لواحد على حساب واحد ولا نترضى عنهم جميعا ولا نخوض في مثل هذه المسائل الصواب وما عليه أهل السنة ألا نخوض فيما شجر بينهم ليه لأنه دول صحابة احنا مين حتى نصل إلى رتبتهم احنا مين حتى نصل إلى ما وصلوا إليه ويمكن أنا في المسجد عندي في جامع سيدنا عمر من حوالي أسبوع ذكرت قصة للشيخ الغزالي رحمه الله هذه القصة بتاع الشيخ الغزالي لما الشيخ عبد الحليم محمود قال له يا غزالي ستخطب بنا الجمعة القادمة في جامع سيدنا عمر بن العاص الشيخ الغزالي يعني اعترض ورفض بأدب للشيخ عبد الحليم محمود قاله لا أريد أن أذهب إلى جامع عمر أنا كنت بخطب في الأظهر زمان رجعوني الأظهر تاني فالشيخ عبد الحليم محمود كان وزير الأوقاف وقتها قال ليس في الأمر مجال للاعتذار أنت خطيبنا وإمامنا في الجمعة القادمة في جامع سيدنا عمر بن العاص وافق الشيخ الغزالي على مضض تنفيذا لأوامر وزير الأوقاف وقتها وتعليماته وذهبوا وصلوا في جامع سيدنا عمر وخطب الشيخ الغزالي وأبلى بلاء حسنا في الخطبة وكان خطيب مفوه رحمه الله ورحمه كل مشايخنا ومن سبقونا إلى الله اللي بيروي الحكاية الدكتور عبدالصبور شهين سمعتها منه وها على منبر عمر في شريط مسجن لم أكن حاضرا ولكن سمعتها وموجودة على اليوتيوب وعلى الإنترنت بيذكر الشيخ عبدالصبور شهين أن بعد خطبتين الشيخ البقوري أرسل للشيخ الغزالي قال له تعالى عايزك فذهب الشيخ الغزالي للشيخ البقوري فقال له يا غزالي إيه اللي بينك وبين سيدنا عمر بن العاص فبكى الشيخ الغزالي قال له والله ليس بيني وبينه شيء لكن في النفس شيء من جهة سيدنا عمر يعني أنا كنت أتمنى إن سيدنا عمر يبقى في صف سيدنا علي ما يبقاش في صف سيدنا إيه سيدنا معاوي أو في نفس حاجة في قضية التحكيم فالشيخ البقوري قال له لقد رأيت عمر بن العاص في المنام واحد جاي لابس لبس عسكري ويقال أفسح الطريقة للوالي فوصل إلى باب بيتي فدخل علي وقال أبلغ محمد الغزالي أني فرح به لأنه أحيا مسجدي إلا أني أعتب عليه لما في قلبه تجاهي فقال هذا الكلام الشيخ البقوري للشيخ محمد الغزالي فبكى الشيخ الغزالي بكاء شديدا وقال من أنا حتى أتدخل بين أصحاب رسول الله تبط إلى الله وأنبت ولن أعود إلى مثل هذا وكان يقول الشيخ الغزالي تمنيت أن ألقى الله وأنا خطيب لجامع سيدنا عمر بن العاص أنه يظل خطيب في هذا الجامع المبارك اللي فيه أنفاس الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فالشاهد من هذه القصة ألا نخوض فيما شجر بين الصحابة سيدنا علي ولا سيدنا معاوية سيدنا عمر بن العاص ولا اللي فعلوا مع سيدنا معاوية كان يبقى مع سيدنا علي نسكت عن هذا الأمر ولا نخوض فيه ونقول هم صحابة اجتهدوا لهم ما لهم عند الله جل وعلا ولا نخوض فيما شجر بينهم وهذا من تمام الأدب معهم ربنا يرزقنا الأدب مع أصحاب سيدنا النبي اللهم أمين هروح فاصل وارجع لكتاني خليكم عانا وصلوا على الحبيب بسم الله وصل الله على أسعد خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه رجعنا لكم تاني مع الفقر الفقهية أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه وأن لا يخرج من ألسنتنا إلا ما يرضيه عنا اللهم أمين ورد إلينا سؤال من أحد المشاهدين يقول فيه ما حكم قولنا رضي الله عنه وأهل هي خاصة بالصحابة فقط أم يجوز أن نطلقها على أي أحد أقول وبالله التوفيق ومنه العون والمدد والسداد والرشد أن جملة رضي الله عنه أو رضي الله عنهم هي جملة دعائية جملة دعائية معناها رضي الله عنك معناها أسأل الله أن يرضى عنك اسمع في صورة البينة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه اسمع في صورة التوبة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه يبقى كلمة رضي الله عنه جملة دعائية عشان بس بعض الناس بيتفاز لك كده يقول لك إيه أنت بتقول رضي الله عنه عن الشيخ فلان آه ينفع ينفع أقول الأستاذ سامي الجمل المخرج بتاعنا رضي الله عنه ينفع تقول رضي الله عنه آه جملة دعائية معناها اللهم ارضى عن عبدك سامي دا المعنى اللهم ارضى عن عبدك فلان فيجوز أن نقول رضي الله عن فلان وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان راضي عن الأنصار فكان يقول اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار وكان يقول اللهم أنتم من أحب الناس إلي اللهم أنتم من أحب الناس إلي يقصد الأنصار الذين نصروه ونصروا أصحابه صلى الله عليه وسلم يبقى خلاصة القول في الأدب مع صحابة سيدنا رسول الله إزاي نبقى مؤدبين معاهم أن نحترمهم ونوقرهم ونجلهم نمر اثنين عدم سبهم والنيل منهم نمر ثلاثة ألا نخوض فيما شاجر بينهم نمر أربعة أن نترضى عنهم نترضى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأن ندافع عن أعراضهم ندافع عن الصحابة لا نسمح لأحد بالخوض في سيدنا أبي بكر ولا بالخوض في سيدنا عمر بعض الناس بيذهب لزيارة سيدنا النبي ويدفل على مقام سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر أسأل الله أن ينتقم من هؤلاء أوعى تسيء الأدب مع صحابة النبي لأن حب الصحابة علامة على حب رسول الله وحب رسول الله دليل على حب الله جل وعلا هي دائرة تكمل بعضها البعض تحب النبي يبقى لازم تحب الصحابة تحب الصحابة يبقى لازم تحب أهل البيت إحنا عقيدتنا في الأظهر الشريف عقيدة أهل السنة والجماعة بن أم رضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين أبو بكر عمر عثمان عالي بقية العشرة رضي الله عن سيدنا معاوية رضي الله عن سيدنا عمر بن العاص رضي الله عن أم المؤمنين عائشة ونترضى عن أهل البيت رضي الله عن سيدنا علي ورضي الله عن سيدتنا فاطمة الزهراء ورضي الله عن سيدنا الحسن وعن سيدنا الحسين وعن سيدتنا زينب وعن سائر أهل البيت نتقرب إلى الله بحب الصحابة ونتقرب إلى الله بحب أهل البيت لا نغالي في حب أحد على حساب أحد بل نحب الجميع لحب رسول الله قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى هذا ما ندين لله به وهذا ما نحيا عليه ونلقى به الله جل وعلا بنحب كل الصحابة وكل أهل البيت ولا نغالي في حب أحد على حساب أحد أسأل الله أن يحشرنا معهم وإن لم نعمل بعملهم اللهم أمين يا رب العالمين وصلى الله على الهاد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أشوف حضرتكم إن شاء الله على خير وفي خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته